زيت البرتغال السطور من الزيت المحض الخبر يسمى بلويلة سانسية دفلوغ دورانج ولا يستخرج من هذا اللحاء البرتقال اللي فيه واحد نوع من الهتغ واحد المادة كيميائية اللي هي كتبت لنا الرائحة اللي هي كتعطينا هذه الرائحة وهذا هو الاختلاف مبينتهم ولكن في المكونات يعني المكونات اللي فيه او المكونات الاساسية او التركيبة الكيميائية فما كيش واحد الاختلاف كبير لانه كان تسدخال كل مواد هي مهمة جدا كان بعض الانواع الكحول الطبيعي ولكن الكحول الطبيعي الامين او الكحول الطبيعي اللي عنده واحد الفوئيد كبيرة اللي غنشوفها مع بعضياتنا على الجمال على البشرة وهدي من الزيوت اللي فيها بزاف ذي الميزاج اول حاجة هو التمنديل اللي كيكون رخص ثاني حاجة انها من الزيوت اللي عندها كما كنقوله ملتي فونكسيو يعني كتشتغل او كتعطينا بزاف ذيل الفوئيد على الصحة دينا متعددة ثالثا انها كتتعتبر من الزيوت اللي كيخصت تكون عندنا في البيت دينا زيوت مهمة جدا للصحة الجمال وليمكن نستعملها بزاف ذيل الوصفة نعم وكيفاش نعرفو ربما هدا ذيت برتقال حينت ماشي مغشوش او مغشوش فاشوف من رايحة ديالو باش تعرف ما يمكنش غادي نجزمو نعرف واحد المادة معينا خاصة ننظروا على الزيوت الاساسية و الزيوت الطبيعية لكن لانه كن عدة حيال للتحيول على المستهلك واللي كنتمنوا ان هاد الناس يتقى وجه الله في المستهلكين لانه هاد المواد اللي كتضاف مثلا دي بخفة كيتزادوا روائح استيناعية اللي كتعطينا ذاك الاساساسي أو ذاك الشعور بهاد الرائحة كين في بعض الحالات اللي كيكونوا زيوت سانتيتيك كيتما يسمى بزيوت استيناعية وكيتضاف لها روائح وحتى هي كتكون خاطرة على الصحة ديالنا فالجودة دائما كنقولوا هاد المكان اللي كم شون ناخده منه اولا يا صيدالي يا شبه الصيدالي يا بعض المعشابات اللي عندهم محطة صيتم زيان واللي كيخدموه بامانة تانيا اننا من كان ناخده ديك القرعة كيخص يكون فيها جميع المعلومات على المصنع تاريخ القطف أو الجني ديال هاد المادة الطبيعية أو التاريخ ديال التعصير ديالها تاليها ترخيص رقم ترخيص ديال الوزارة المعنية وهناك وزارة الصحة هي اللي كتكون معنية بهذا الأمر هذا أو وزارة مثلا الناس اللي كيعيشوا خارج أرض الوطن ولا مثلا يبغوا يجيبوا هات زيوت الأهل ديالهم فكنا نشوفوه دائما الترخيص ديال الوزارة المعنية ديال ديال منطقة ديال ديال البلاسة كل بلاسة أو كل دولة عندها واحد الترخيص دياله معين هاد الشي كامل هو اللي كيعطينا اللي الضامن ديال الجودة وديال أن هذه الزيت هذه هي واحد الزيت اللي هي يمكننا نستعمله بطريقة أمينة قبل ما ندوزون تعرفوا على الفوائل الجمالية الزيت البرتقال الزيت البرتقال غادي نذكر فقط المستمعين الكرام بأرقامنا وخططنا اللي هي 05-22-77-24-24 مرحبا بكم مستمعينا تساؤلاتكم الدكتور عماد ميزة فأكيد كنا نرحب بها دائما في برنامج حديث ومغزل واش زيت البرتقال في الناهية الجمالية عنده فوائد مرحبا بكم مستمعينا تساؤلاتكم الدكتور عماد ميزة فأكيد كان نرحب بها دائما في برنامج حديث ومغزل نحن نقوم بها دائما سواء زيت الاساسي أو زيت البرتقال سيجعلنا نضيفها لبعد الزيت من الزيت لكي نخفي ذلك الجهد فمثلاً عندنا زيت طبيعية وليس زيت أساسية فأنا نخلطها معلقة صغيراً دائماً ونخلطها بمعلقة كبيرة زيت اللوز الحلو أو زيت نوار الشمس أو أي زيت اللوز اللي يتوفر عندنا فهكا كنهرسو من الجهد دياله و هكا كنستعملوها بطريقة امينة. إلا عندنا الزيت الاساسي فهنا كنديرو عشرة دي من قطص دي الزيت الاساسي فقط. فمعلقة كبيرة دي الزيت الوز الحلو. و كنخلطوها. وهذه هي الطريقة كيفاش يمكننا استعملو الزيت الاساسي و للزيت الطبيعي. طريقة دي الاستعمال سهلة و بسيطة انهنا كنديروها كسيروم ليلي لوجه ديالنا شوية من هدخالات. من هدك الزيت الطبيعي اللي قلنا خلطناه بزيت اللوز الحلو. او الخالد دي الزيت الاساسي مع زيت اللوز الحلو. فكنديروه كسيروم ليلي لوجه بالليل. وكنباتو به. يعني ما نخافو اش منو. كندومو عليه دائما فهذا قد يكون واحد سيروم جميل جدا. يعني نظارة البشرة تنظيف ديال البشرة. مضاد الاكسادة بنسبه البشرة يعني كيحسل لنا الجودة ديال الدورة الدموية. وكيخلينا نتخلصهم دوك الشوائب اللي كتكون. الناس الاخوات اللي عندهم مشاكل ديال افرازات الدهون. اه المفرطة. فتوه كيصلاح هاد هاد الزيت هذا. كيصلاح كذلك حتى بنسبه الاخوات اللي عندهم مشكل في الخدود. انه ما كيكونش. الخدود عندهم حتى الشكل ديالهم. يعني منتافيق. فهو كيعون ميارة مشي قدية انه كينفخ الخدود. ولكن انه كيرجع لنا ذلك المال. لكي تفقد في الخلايا ديال الخدود. وكيخلي ذلك المرونة ديال الخلايا. يعني بحلق نازية البرتقال. يرميم. وكي بحلق نقوله هنا. كيحاول انه يقاد لنا البشرة. ورجع لنا الحالة الطبيعية اللي خصت تكون فيها. يعني نستعمله بالليل لدكتور عيماد. بالليل فقط. والصباح مشي مشكلة. لاننا نباته به. ما عنده تشي مضر على البشرة ديالنا. وندومه عليه فهو عنده فائدة كبيرة. وعلى الشعر كذلك. فإلا هدرنا على الفوائد اللي يعطينا على البشرة ديال الوجه والرقابة. فأكيد نفس الفوائد غي يعطينا الفروات الرأس. الفروات الرأس اللي كانت صحية. فيها الدور الدموي كالدور بطريقة منتدمة. الإفرازات ديال الدهن منتدمة. فهذه غتكون واحد تربة خصبة. باش هذا الشعر ينود. ويعطينا واحد كما نقول حنا واحد الكتافة. ويعطينا واحد تماسك. ويعطينا واحد الشكل. اللي هو كي يكون شكل جميل جدا. نقدرون نعملو حتى البنيتات الصغر؟ البنيتات الصغر ماشي مشكل. ماشي مشكلة لنا نستعمله. ما شعرات الوجه ديالهم والشعر؟ الشعر. ولكننا نستعمله سعرهم الشعر. أما الوجه ديال البنيتات الصغر. فدائما نبقى في زيت اللوز الحلو. خاصة البنيتات من خمس سنوات إلى تلتاشر سنة. فكنستعمله غير زيت اللوز الحلو. سوف نتواصل مع الله حبيبا. السلام عليكم حبيبا. حبيبا مرحبا بك على أصوات. الله يرد حبيك الجنة الله يحفظك. تفضل شنو سؤالك الدكتور ميزاب. تفضل حبيبا شنو سؤالك الدكتور عماد ميزاب. تفضل. عندي ابنتي المصران سوق الهضم. وقيت نفخ ليه وكنت شد بزاه من أحدى الطيحة. أحدى المعداء وبذلك الشي. شحن في العمر ديالك يا حبيبا؟ نعم. شحن في العمر ديالك؟ سبعين. سبعين سنة. آه. وعندي ضغط الدم. شي حاجة مقيمة مساعدة. عندك مشكل صحي كتبشي عن طبيب. عندك شي مشاكل صحية كتعاني منها؟ آه. ضغط الدم. آه. آه. الله خذكريني بالمشكل الأول. شنو شنو؟ سؤال. عندي سرانة تيدي من فوق. آه. وم عندي سؤال هضم اللي كان كل يقال يدك تشوفهم المعدة. آه. نعم. مشيت بحضر التلفازة. قلت لي عندك لي قذب الزعف وما اللي ديري لك هاد المشكل. آه. نعم. نعم. والمشكل التاني؟ في الصباح في الصفاح. انا نزل ما كلينت اشي حاجة. وفي توقت دي الراحة. باش كمكنا نعرفوا الضغط الحقيقي. لانا الانسان الى غير كله ولا بدل المكلة ديله فالضغط مباشرة كي يطلع. الانسان الى غير توتر واحد شوية كي يطلع الضغط. الانسان الى طلع غير في الدروج اوغلس وبغير عبر الضغط رغدي يعني كي يرتفع. فدائما الضغط كنحاولو اننا نعبروه منين كنفقه من نعس باش كنعرفوه القيمة الحقيقية ديل الضغط ديلنا الدموي. بالنسبة للمشكل ديل عسر الهدم واللي عنده علاقة بالغازاز فهناك يمكننا ديروا واحد الوصفة ووصفة اللي غد صلاح حتى الناس اللي كيكون عندهم التنسيون انهم يشربوها وخاها كيلا كان عندهم الغازاز فغادي ناخدو مع القصغيرة ديل النعناع السوفي. ومع القصغيرة ديل الكامون. مع القصغيرة ديل الكامون كنضيفوهم كالصغيرة ديل الماء المغلى حتى كي يطلق. وكنشربوه نص ساعة بعد الفطور. ونفس العملية كنديروها نص ساعة بعد الاشاء. وكندومو عليها دائما. لكن نقطعوهاش. تك نحسو براسنا انا نولينا بخير وما بقاش ادنادي مشكلة دا دي الغازاز. شكرا لك حبيبة. غادي نمشو لبني ملال بها احلام. السلام عليكم احلام. وعليكم السلام. مرحبا بيك على اصوات. كدير اختي هارجا كدير اخي يا عنادي بي. الحمد لله الله يبال فيك. شنو سؤالك. اه عفت بتنسو لكم الله يجازك في اخي وينقى تبركم الشبك انا. عندي عام شين عانيات. ووالدة عندي تذيب. ولمشكل ديالي هو التادي والو والا. ما خليت ما زع رضي ما خليت ما زيود داشا. زيدي الحلبة زيدي الجرجان. زيدي يمع كثيرة. ووالو. ودرجس انا انا لابس رضع قسلان بالله العالي العظيم. اللي احتكن هالزول دي. اللي عندي. عادي مكليها رضع. بحلى بكم بغين حنقو. اما بيش نشدو. زيما غير نحضن عليه زيما ونعطيها رضع. ووالو مستحيد. وحواجه قطعتهم. ووالو. نتعقت الاقصد على زيادة. انا المعضية للناس. ولا الى الله الحمد رسول. واخا غادي نجاوبوك احلام. تحية كبيرة لك ولا يخليك الوليد. وان شانسول احلام اه واش اه كي دير الوزن ديالك. اه اه انا طويلة وحقيقة. نعم. ويك نجاظرش وصفة دير زيادة. واخا شحال ديال الطوش حال فيك ديال الطوش حال فيك ديال يعني شحم كيلو. ما اي ما بقيش عقل. اه تيش عقل. الوزن يكون في يد رقشي ثمانية وستين. ثم كيلو. واخا واخا الوليد ديالك تردع يعني كيل الحليب. لديك افطنته. اه ولا كيفاش كي تردعك الحليب. كيل الحليب اه. اي والحمد لله. واشوف. انتي بدا شوف. اه اه. بعد من صوتك بدا كتباني انك اه. اننا دي مسألة دي ما اترع لك بزاف. فا اه. كل واحد. وعنده واحد. كما كان قوله. كل واحد. كما كان قوله. كل واحد. كل واحد. كل جسم دياله. وعندو فيه واحد. حد الكمال لله سبحانه وتعالى. جميع السلام يتبع مالا من الهضرة من الناس و لأن كل كتلة من الناس يدعون بها غادة و لذا الانسان يخطني ان يريد العيب مالا من الناس وهكذا وصّتنا به الحالة ونحن كيف نعيشه من الجهة أخرى الإنسان يخسر يحمد الله سبحانه وتعالى اللهم لك الحمد يخليه لك عندك وليد الله يخليه لك وليك كبر في عزيزكم إن شاء الله أنت والزوج ديالك هناك الناس ليس لديهم وليد هناك الناس ليس لديهم أطفال وليس يتمنون أن يكون لديهم أطفال فعلا ولكن ربي عوض لديك النقص بشيء أخرى لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى ولكن لديهم توازن في بلاسة أخرى لا يوجد الولادة لديهم السيدات يولدون وليس لديهم الحليب وخا عندهم التدي ولكن لا يوجد الحليب يوم يردعون في الوليدات ديرهم لديهم طبيعي لا يوجد الحليب ولكن ربي عوضها في شيء أخرى هذا هو التوازن في الحياة إذن الإنسان دائما يعيش على الإيجابيات التي عنده لأن ربي سبحانه وتعالى ما يجي منه إلا الخير لأن ربي كل واحد يعطي صحته على قد داك الشيء الذي سيصلح له لأنه إذا نقلبه على حوال أخرى الذي سنزيده على صحتنا لما ستصلح لنا لا يمكن الله أن نقول له في أمور أخرى يعني أعطيك مثال أنك مثلا الهيئة ديالك أنك طويلة ورقيقة تقدر مثلا الإنسان لك ترات عندك الخلايا الدهنية في تديدي ديالك تقدر تسبب لك سرطان تقدر تسبب لك أعراض جانبية في حاجة أخرى فهمتي؟ لهذا الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى على ما نعطاه ويحمد الله على الهيئة دياله كما نقول له هنا في واحد المسألة أو يطيح في واحد الغالط لكيمكن أنه حتى العلاقة مع الله لم تسبقه فهذا الإنسان يحمد الله على الحالة دياله إياه نعطيه إحنا وصفات المساعدة ونساعده مع بعدياتنا غيره نريد أن تكونوا قوية نشبت ونرضى بالحالة ونزيدكم مسألة أخرى نشبت ونردى بالحالة التي فيها ونزيدكم مسألة أخرى أن هذا الذي يهضر علينا بواحد الصيفة التي هي سلبية سنقصناه لأنه الذي لا يحسن منه لا يهضر علينا إذا الإنسان الذي يهضر عليك أنك أنت حسن منه أنك أنت حسن منه هذا الشيء يلقى لك هو السبا فين يؤديك لكي يبان هذا النقص إذا سمحوا لي على هذه المسائل لأنه كنا يقصنا هذا المجال هذا لا يوجد عائلة ولا يوجد شيء واحد لأنه لا يقصوا هذه المشكلة هذه التنمور لأنه يجب أن نحارب هذا التنمور لأنه يؤثر على عائلات وأنه يؤثر على الناس في صحتهم وفي ذاتهم وفي ذاتهم ولكن أولا نتغلبوا عليه من ذاتنا أننا نقبلوا ذاتنا وذلك الساعة نواجه التنمور مع الناس والإنسان يعيش في رأسه وعيش في حياته ويعيش ذلك اللحظة كما يقولون اليابانيين أن أحصل اللحظة هي هذه اللحظة إنسان يعيش اللحظة مدام عنده صحيحته مدام هذا الإنسان يعيش وبخير وما يعيش مشي مرض الحمد لله فكيني الناس خلال اللي يعيش من أمراض مزمينة خطيرة اللي يقولك يا ربي غير واحد النهار يدوز على خير تماماً شكراً لك أحلام من بني ملل أهلاً بك أختي سوف نمشي المرضى مع خديجة السلام عليكم خديجة أهلاً بك على أصوات أهلاً بك على أصوات شكراً بيخليك للايق بك أنا بيخليك مع الدكتور عيمال السلام عليكم دكتور عيمال وعليكم السلام عليكم أختي مرحبا الحمد لله أنا بغت نسولك الدكتور أنا عندي القلون العصابي وكيجيني تقتلق المرضى في عين بزاف والخلعة والخوف والوسواس ومصارني كيدرروني والمعداء والخلعة بزاف فعبتها دليا بصفكة ناخد واحد الدواء نقول اسم ولا بلاش لا يا داعي يعني مضاد الاكتئاب أي دي القلون العصابي اللي كان يخرج طبعاً أي أي دي القلون العصابي يدين بعض واحد دواء مسكين فهمتو عرفتو عرفتو أه صافوا حبستهم دابات قرباً واحدة دليا الحليف سادي ديالي حبستو يومين هذي ولكن مشات لي الشيء نهائياً مبقتش كنا ناكل مبقتش اللي أول اه كي كان دي القلون العصابي لا سمعتك لك تيشي حاجة ديال الحليب اه هذك الموضد ديالي اه هذك الموضد ديالي القلون العصابي دريالي الحليب في التدي اه صاف فهمت كدابة هذلك بحل دلك الطيراب ديال الهورمونات اه حبستو مبقتش كنا ناخدوه اه هذك الاخر اللي كان اخد من الربيع بالليل باش الناس اه 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 تريد والدعومة هذه اه تعالج وليس باخر وليس بخير نحن باقي نكداوين فيها الله يسمح لنا من الوالدين الله يسمح لنا من الاما سدينا الله يسمح لنا من الوالدين وصعيب صعيب هذا نوع من المراض اللي كي يجي في الحمل هو واحد المراض يعني بحد نوع من الاكتئاب للحمل يعني من المراض كان بزاف هو فيه انواع غير هنا هذا المشكلة عندك أختي هو المشكلة ما يسمى بلونغواص الخلعة فهمتي أنك يجوك ديك خيز دي الخلعة دي الخوف وهد 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 طبيب شفتي علاقة المشكلة غير اختصاصي في الجهاز الهضمي ولا شفتي طبيب مختص يعني مساعد معالج نفسي خديجة نعم سؤالك الطبيب سؤالك الدكتور عماد واش مشيت عن طبيب مختص ممكن تيجيت عن طبيب نفسي تبعت معه ومن بعد حبسي مدة عامين وانا كان ناخد فيه وولد باخر من المرة قريبا شي عام وانا يباخر من بعد عودت رجع ليدك لا شوف شوف انت اختي بحلا كما كان نقوله احنا كتجي وحميس ما بالنكسة يعني كتجي واحد الفترة كي تنكس الانسان كي عاود يرجع فأول حاجة تديري بزاف عتيت في الليل ما كان نعشلي الكامل وكيبقوا أحلام خيبين وكانت سمعني شوف لا لا ما غتنموتيش ان شاء الله مازال غتحييي ومازال ان شاء الله غادي تحضره التخرج ديال الوليد وغادي تشوف شوف سمعني دابا ما غتديري حتى حاجة دابا غادي تمشي عندك الطبيب النفسي اللي كانت يتبع معك لان دابا واحد المرحلة دخلتي في واحد المرحلة ديالي انتكس خصك تعاودي غادي تخرجي منها وغادي تخرجي منها بسهولة ان شاء الله ما غاديش كل خطورة بحل ديك المرة غير هو دابا ضروري ومؤكد تمشي عند الطبيب ترجعي عنده دابا اليوم قبل غدا صافي وغادي تهني وان شاء الله وان شاء الله نعم وان شاء الله واندو امور ديالي واندو تقنيات دياله باش ان شاء الله هاد شي غاديش اعراض نعم اختي ما نخافش ما دك الدواء دكتور ما تخفي انتها هاد شي لعطاك الطبيب تبعيه وغادي تخرجي من هذه الحالة وهاد شي كامل ديال قوله العصابي ودقد القلب وهاد شي كله عنده علاقة بما هو نفسي صافي صافي سيري عنده ان شاء الله وغادي تلقي خير شكرا لك خديجة وغادي التصليبين ان شاء الله ان شاء الله الله يبك في شكرا لك خديجة شكرا لك شكرا لك هادي مشيو الاخر مكالمة بعجالة بوشرا من اسفي السلام عليكم بوشرا عليكم اختي هذا مرحبا بيك على اسوات كبير بكتور ديالنا الحمدو الله الله يبك فيك شكرا لك ما بقاش لنا الوقت شنو سؤالك الدكتور ميذاب نسوال غير بكتور عندي نسوال غير بكتور تأخذي شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لدي شكرا للمشاهدة المحضب المتجربة الخبرج الخبرج نحنننون عشبك جرية يدون الدم وتعاوني الله يجعل لكم بخير نحن بالنسبة للمشكلية التخيق اليسيغيد او الكوليستيرول او الامور دي الدو اللي كتكون عندنا في الدم دينا فكندير واحد ثلاثة دي القوقات كنتبخوهم في السيطرة ودي الماتقيت كنتبخوهم زيان وكنصفيو ذاك الماء وذاك الماء كنتبخوه صغير كل صباح وكندومو عليه على الرق هذا من جهة اخرى انه الادوية ضروري يجبنا ناخدها ويجبنا نلتزموا بالحيمية دينا يعني ما كنش غير شي حاجة في الاعشاب وغادي يدير بالنسبة لتخطر الدم فكي يجبنا نلتزموا بالادوية لانه لمشينا تاخدين النباتات لكي يحاربوا تخطر الدم كيمكن انهم يعطيونا نازيف داخلي او يؤثروا لنا على الصحة دينا فانتبعوا غير الدواء رقيهين ادوية في المستوى في اتمان مختلفة يعني كل واحد على حسب الجيب ديالو وكتستعمل هاد المشكل ديال تخطر الدم وحتى شي حاجة ما كتبقاش واهم حاجة بالنسبة للناس اللي عندهم تخيجلي سيغيد ولا اللي عندهم سكار ولا اللي عندهم الكوليستيرول او اللي عندهم الضغط مرتفع او اللي عندهم مشاكل ديال قلبه الشرعين فإلا كان كيتبع الحيمية ديالو يعني اذا كان ريجيم اللي كيعطيه الطبيب وكي ياخد الدواء كونوا على يقين بان مع ممركم غادي تحتاجوا انكم تستعملوش بشي حاجة اخرى من غير هادش هذا هو الخلاص التطول شكرا لك بشرة من الاسفي دكتور عماد الوقت كيدا همنا اليوم تكلمنا على فوائد زيت البرتقال الجمالية شنو اخر ناصحة تقدمها المستمعات ديالنا فاخير ناصحة ان هذه كما قلنا زيت من الزيت اللي خصت تكون عندنا في البيت ديالنا ونستعملوها مرقطعوهاش نقدروا ندير واحد الكريمة بها مثلا اننا ناخده خمسة ديال مع القبار ذي الزبدة الكاريتي عندنا الزيت الطبيعي ديال البرتقال ناخده مع القبار عندنا الزيت الاساسين ديالو عشرين نقيطة في هاد زبدة الكاريتي اللي كندوبه هادشي كامل في حمام مريم تكي تخلط مزيان من بعد كنخليه يبرد والكريمة اللي كنحصله لها كتكون كريمة كندهنو بها البشرة ديالنا ككريمة ليلية نستعملوها كل نهار ما نقطعوهاش فهيه كتعطينا فوائد كبيرة للبشرة ديالنا دكتور هيماد ميزا والدكتور في الصيدة العول مختص تدوي بالآشاب شكرا جزيلا لك